مين بيعرف في أي حالة بتكون مرت عمي هلأ؟ أو ماي جود، أهان ابني، كيف صار هالشي حكيلي؟ جاي خصوصي لتحط على الجرح ملح إجت الشرطة واعتقلت ستك قدامي عيوني، أخدوها قدامي حاولت كثير إني إمنعون صدقوني، بس يبعطلون حما ما ردوا علي بس، مين ممكن يكون وراء؟ هيك عملة رخيصة مين اللي إله تار مع السيد دورقة وبدو يسجنها؟ ماما رجاءة، شايفي بالأساس الكلمة وتر أنتي ما فيك تعمل أي شيء، إلا شغلة واحدة أنك تضلي ساكتة، مترجاك يهدي شوي أنا بس كنت عم جرب إني شاركهم أحزانهم طيب، بدك يعني ضل ساكتة رح ضل ساكتة حسن النية ما بيتقدر هالأيام إذا حكيت شيء كأنني عملت جريمة حكيت مع محامي الشركة وهو قال إنه وضع ستك كثير صعب هي صعب حاليا إنها تطلع بك فالد كثير صعب إلا إذا يعني، السيد دورقة رح تبات بالسجن اليوم؟ أه؟ يا مصيبتي أنا، رح تقعد مع باقي المجرمين والتعالين القتلة؟ ولا الحرامية والنشترية؟ أهان ابني، روح ودبرها لستك مكيف بالسجن هونيك كثير شوب، وفي برغش كمان كيف ممكن الواحد يكون عديم إحساس؟ لدرجة إنه يسجن مرة كبيرة ستي عملت كثير شغلات كرماننا وهلأ هي بحاجة نكون معه ونساعده أخي لوين رايح؟ أنا ما رح خلي هالمرة تربح بس أخي؟ مين هاي؟ شو قصده؟ آهان شو كان قصده؟ مين هالمرة هاي؟ ليكون قصده إنه أمك الحقيقية هي اللي عملت كل هذا ما هيك؟ ما رح تردي علي؟ حماتي، أنا سمعت مثل ما سمعت أنت كمان شفتي أخي راح بسرعة لهيك، ما فهمت شو صاير ما بس أنا فهمت كل شي، فهمت إنه كل هذا اللي عم تعمليه أنت مش عنا تحاولي تخبي أعمال أمك البشعة ماما رجاقا، خلي إصباطك على ذنك وبترشاكي، بلا ولا حرف أنت؟ شو عم تعملي هون؟ شو؟ ليش أنا ما فيني قعد بسيارة زوجي؟ إشكي رجاءً لازم روح أنا ما عم أمنعك إنك تروح بس بدي تسمح لي إني روح معك مستحيل، أنت بالأساس تعباني لهيك، روحي على غرفتك وارتاحي وتاني شي بدي روح لحالي، لأنه هالقصة بيني وبين إمي أنت حطيت اللي جهاز طاقه، بس أنا كيف دي أعرف وين بتكون وشو عم تعمل؟ بعدين أنا بعرفها كمنيه هلا بدك تروح بتقعد تدخانة مع شي حدا بدل ما تطالع ستك بتقعد أنت محلة لهيك خليني روح إيشكي سمعيني أنا معني ولد ومعني غبي كمان بس أنت متهود، وما بتعرف شو ممكن تعمل أنت ومع السبو كمان، هاي قضية شرطة صح أنا ما بحب خاطر، بس مو لما تكون القضية بتخصك إيشكي لو سمحتي مات عندي إنت مات عني، ما بتوسق فيني يعني؟ هاي مو عائلتي كمان؟ أكيد إيه شفت؟ هاي عائلتنا سوى مو مشاكلك لحالك رجاءً خليني، أصلاً ما عندك خيار تاني، أنا هلا بالسيارة وما رح أنزل منك وتأخرنا خلينا نمشي بسرعية أنا أخيراً صار عندي الفرصة لأصلح سوء التفاهم اللي صار بينك وبين أمك عم إدعى يصلي كل شيء يكون مني